في انجيل متى بيبتدي كجسر بيربط بين العهدين العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن شرعية المسيح وعن مصداقية المسيح وعشان اليهود كانوا بينتظروا المسيح اللي هو ابن داود اللي بتمم النبوات اللي هو المسيح يعني الملك والمخلص أنا بتكلم بحسب الفكر اليهودي هنا فبيختتم سلسلة النساب وبيجي بسلط الضوء على شيء مهم جدا أحبائي إذ يقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعها وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا فهي في إنجيل متى طبعا الإصحاح الأول أحبائي بيتكلم عن هذا الموضوع بكمل ولكن فيما هو متفكر يوسف النجار في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم بيقول لكي يتم ما قيل بالنبي بإشعياء طبعا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا ونفس القصة أحبائي نشوفها في بشارة لوقة الإصحاح الأول لوقة بيتكلم أنه الملاك بيكلم مريم بقولها وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر